قام أعضاء الفريق الطبي بالبعثة الطبية بمكة المكرمة بتفقد الحالة المرضية بالمستشفيات السعودية والتي وصل عددها إلى 32 حالة وذلك للوقوف على الحالة الصحية لهم وقد وصل عدد المترددين على العيادات الطبية للبعثة المصرية لأكثر من 25300 حاج لتلقي الخدمات العلاجية والوقائية لهم مستشفى النور التخصصي واحد من ثماني مستشفيات بمكة المكرمة تستقبل الحالات المرضية من الحجاج المصريين وقد بلغ عدد المرضى بها إلى 40 حالة تم تقديم الخدمات العلاجية وتدخلات الجراحية الدقيقة لها من قبل كوادرها الطبية بالتعاون والتنصيق مع البعثة الطبية المصرية وتم خروج معظم الحالات عدى حالات ثلاث يتوصل تقديم الخدمة العلاجية لها على مدار الساعة نحن الحمد لله مستشفى النور تبقى منها ثلاث حالات فقط هي استقبلت عدد حالات منذ بدء المناسك إلى الآن 40 حالة تم دخلها المستشفى تم حالات لقسم الطوارئ وتم الخروج الفوري بعد ملاحظتهم وأغز العلاجات اللازمة لهم وخرجهم من قسم الطوارئ المتبقي من الحالات 32 حالة داخل وأقسم الداخلية بأقسمها المختلفة 29 حالة الحمد لله تم خروجهم وخروج تحسن وخروجهم من المستشفى يتبقى ثلاث حالات فقط نحن النهاردة جايين عشان نتابع الحالات دي والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بيها عشان بإذن الله نشوف حالاتهم إيه ونقدر إحنا يسافروا والعودة بسلامة الله إلى الوطن إن شاء الله بإذن الله ونضم حالة واحدة في العلاج المركزة إنما الحالة العامة بالنسبة للثلاث حالات مطمئنة ومستقرة وإن شاء الله يكون نقدر إحنا نتواصل مع الحالات لغاية آخر وقت لبيان موقفها قبل الرجوع إلى مصر الحبيبة إن شاء الله بإذن الله الحالات المرضية الثلاث من الحجاج المصريين بالرغم من أنها حالات تحتاج إلى عناية وتدخلات جراحية دقيقة إلا أنها حالات مستقرة ويتم علاجها والتنصيق لرجوعها إلى أرض الوطن بسلامة الله في حالة جراحة مخ وعصاب اللي كنا من قوليها في الرعاية المركزة الحالة دي كانت عاملة تفريق خراج في المخ كانت تعبت قبل المشاعر داخلت عاملة تفريق خراج في المخ جراحة مخ وعصاب يعني الحمد لله درجة الوعي بتاعتها بتتحسن مش على تنفسه معي الأمور تعتبر مستقرة في حالة تانية كابت وجهاز هضمي دي كانت جاب نازف من الشرق والحمد لله الأمور دلوقتي أحسن عملت منظر وأمورها مستقرة وبتتجهز برضو للخروج بعد استقرار الحالة في حالة تالتة دي من مرضى من نومين في التواري الحالة مستقرة برضو تحت المتابعة المرضى من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي قدمت لهم دعينا الله بالقبول والعودة إلى أرض الوطن الكل هنا في صراعا مع الزمن سواء على مستوى البحثة الطبيات المصرية أو سلطات السعودية لتوفير الخدمات العلاجية العاجلة وتدخلات الجراحية لسرعة شفاء الحجاج المصريين وعودة مسالمين غانمين إلى أرض الوطن محمد حلمي التلفزيون المصري